صباح الخير أحبائي اليوم عنا نسبتين بكنيستنا عم نحتفل فيهم أول نسبة سنوية يعني بتجي بهيدا الوقت 2 شباط هي دخول يسوع إلى الهيكل لكن السنة مسئب بذات الوقت أنه الصوم بيبلش بـ 24 شباط نهار 2 رماد أتمنى عليكم من هلأ تحطوها ببالكم بعد 3 أسابيع كنيستنا مارونية عادة 3 أحد اللي قبل الصوم قبل بداية الصوم تعملن مثل ما سمعتوا ببداية القديس نعتبرن نحن 3 ذكارات هيدا الأحد اليوم عم نقدس للكهنة اللي توفق الكهنة اللي خدمونا الأحد القادم الأبرار والصدقين اللي عند إخوتنا اللاتين نعتبرن نحن جميع الأديسين وأحد الموتى بتشرين الثاني بالطقس الماروني نحن بتقليدنا في أحد مخصص للكهنة اللي هو هيدا الأحد بالتلات أحد اللي بيجوا قبل الصوم سائبة السنة أنه أحد الكهنة مسائبة مع عيد دخول يسوع إلى الهيكل مشان هيك قدمنا الأديس للكهنة وبالتالي رح نبارك الشموع بالنسبة لأحد الكهنة رح علق تعليق بسيط على رسالة ماربولوس والإنجيل اللي سمعناه إذا بنرجع مناخد نص الرسالة إلى ماربولوس كتب ماربولوس لتلميزه تيموتاوس ماربولوس كان عنده تلميز كتير لأنه برم كتير وبشر مدن كتيرة لكن بين تلميزه كان فيه تلميزين أو خليني أقول ثلاثة هنه تيموتاوس نشوف أنه كتب له رسالة أو اثنين تيتوس كمان كتب له رسيل والثالث اللي كان يتكل عليه هو لوقة لوقة اللي كتب إنجيل لوقة الإنجيل الثالث هو تلميز بولوس كان حكيم مشهور طبيب كبير مسقف يعرف يوناني كتير منيح قال له بولوس لما ارتد قال له تعال حقنة وكان لوقة هو يكتب مشان هيك لوقة اللي كتب ثالث إنجيل كل مرة منذكر العدرة نحنا كل الأنجيل بتحكي عن العدرة لكن لوقة بنوعها خصوصة لأنه كان يروح يشق على العدرة هو والإديس بولوس بيقفسه سنه عم يعملوا برمتهم كانوا دايماً يطلوا لعند مريم أعمال الرسل كمان كتبه يقال الإديس لوقة اللي رفق مربولوس بالرسالة بالرسالة شو عم يعمل الإديس بولوس شو عم بيقل له لاتيموتاوس بيقل له إذا بدك تعيش حياتك كخادم للمسيح عيشها بالتقوى وبعدله خمس ست فضايل الإيمان تقوى المحبة الصلاة فيكن تاخدوا ترجعوا النص لكن فيه تركيز على التقوى هذه معناتها من بداية الكنيسة حتى وهن الرسل بعضهم طيبين كانوا الكهنة اللي منهم مثلا تيموتاوس كانوا عرضة لأنتقادات الناس كان تيموتاوس يبرم من مدينة لمدينة ويطعب ويصهر ويضحي كرمال خدمة الإنجيل بس كان عرضة لكلام الناس شو بيرجع بيقل له مربولوس قل له ما تخلي حدا يستهيد بسنك إنك أنت صغير ركز على الأساس اللي هو حضور الله بحياتك وهيدا بدك تعيشه بالتقوى بحط الخط بيعطيه الخط الكبير اللي هو ككاهن تموتاوس بده يعيشه بنقول للإنجيل كمان الإنجيل بحط الخط الكبير يعني بيعطي الخط الكبير شو بيقول بيسأل سؤال يسوع هو بيجاوب عليه من هو العبد الأمين بيجاوب ذاته يسوع من بعد ما يسأل السؤال بيقول العبد الأمين هو اللي عطيته خرافي يسوع عم بيجاوب عطيته هالخراف وما استغلهم بالسلطة استعمل سلطة ضدهم ما استغلهم واحتقرهم ما رح ضيع وقت ما اهتم فيهم العبد الأمين هو اللي عطيته رعيتي واهتم برعيتي نحن بنسبة لقلنا بنقيس حياتنا بنعمل فحص الضمير على هيدا الأساس اديش كل واحد منا ككاهن فعلا عم نقدر نعيش بالتقوى ادي العيال والرعاية اللي ربنا عطانا انه نحن نخدمها عم نخدمها بكل معنى الكلمة ربنا يكون معكم وبركم كلكم تعفوا كهني راحوا من هالدني تأمل مع زبيحة اليوم نصليلون ونذكرون أمين